سارة بوراك مصري يا بوراك مش لوحدك مش تركيا بس اللي بتعرف تعمل اكل ده المصري معروف بجبروته وقويته بط ماشوي من غير سلق ولا تحمير بيدوب في البق لو حد قدامك ما بيأكلش البط وعملتي بالطريقة دي هياكل عشر بطات ولا صنية المحشي اللي تدخل القلب دي لأ الصنية دي بجد عايزة حد بتحبيه عشان تحطيها قدامه احلى صنية محشي بالبط المشوي اللي بيدوب دوب كده في البق من غير بقى ولا سلق ولا تحمير ولا بهدلة احلى بطة هتكلي لأ بجد جمال جمال افشأ خلاط وهنحط فيه معلقة من الفلفل الاسود ومعلقة ملح ومعلقة من جسط طيب المطحونة ومعلقة من الحبهان الحصى وهحط كباية من السمنة وهحط قرنين فلفل شطة وهحط شطة حمرة وشطة خضرة وحط ثلاث طماطمات كبار وهحط الفلفل الاحمر اللي هو الفرش وعندي هنا اربع لمونات كبار هعصرهم عشان مش هنحط خل الخل بيزفر التيور وعندي هنا كمية بصل محترمة زي ما انتوا شايفين هقطع منع وحط في الخلاط كده طبعا انت البط غسلية غسلة متينة ملح ولمون بقى ودقيق ونقعي ومخليية رحت وقشتة هقطع كده البصل على الخلطة اللي حطناها في الخلاط عشان نضربها كويس جدا ويصبح الخليط جاهز معي اضربي كويس جدا نعميها على قد ما تقدري عايزة اقولك لو قطرتي بهرات هتبقى طعمها مش حلوة خالص وهتبقى مش ظريفة خالص معي اضربيها كده زي ما انتوا شايفة وخليها تطحن تماما عشان نبتدي نحطها على البط هتجيب البط بقى وتفتحي الجلد كده يمين ويشمله من كل حتة زي ما انتوا شايفة والدخلي من جوة منبرة تبليها كويس جدا اهو زي ما انتوا شايفة من جوة ومنبرة وهتي البطاية التانية برضو حط فيها نفس الحكاية وطبعا مش غالة الفرن على درجة حرارة 200 هتحطيها في الفرن من تحت وهتغطيها طبعا بورق الامونيا عشان تستوي معيك هغطها بالورق الامونيا ودخلها الفرن ونشوفها وهي بتستوي هنا كان عدى نص ساعة على البط كنت انا حطاه على ظهره وقلبته على وشه عشان اتحمر من قدام ناقص يتحمر من الظهره زي ما انتوا شايفين النص ساعة دي خلت العظم بتاعة الاجنحة تبين هنا كان عدى نص ساعة تانية والظهر اتشوى بالشكل كده بصوا البط كده قعد ساعة بالزبط في الفرن ده بط مش كبير ده عمره 3 شهور فما خدش سوى معي هو اسمه بط بغالي فهقلبه تاني على وشه عشان يتحمر بقى تماما ونعمله التوبنج بتاعه او السوس اللي هيخليه زي بتاع المطاعم عندي هنا شوية كريمة لباني على شوية من السوس بتاع البصل اللي احنا عملنا به البط المشوي بس هصاب فيه خالص في مصفة كده سلك وعندي كوباية زبادي وهقلبهم كويس جدا قلبهم كويس عشان تعرفي تدهني البط وطبعا حطينا السوس السوس احنا كنا حطين فيه سمنة في الخلاط عشان يبقى سايح معنا هجيب بقى قالب تاني نظيف واحط البط فيه من غير الخلطة دي الخلطة دي مش هترميها هتفضيها في البط صغيرة وسوس البط المشوي هحط كده التوبنج او السوس اللي احنا عاملينه عشان يدينا لون المطاعم ويبقى لون بط المطاعم المشوي هنا بقى بعد ما دخلته الفرن جبت الشربة عشان اسوي الكرومب طبعا انا عملت المحش معاكو اكتر من مرة كنت عاملة بقى محش كرومب شايفين لفته والرصة بتاعة الحلة وعندي هنا فلفل حامي محشي وعندي كوسة وعندي ورق عينب زي ما انتوا شايفين هحط الشربة وخليهم ياخدوا غلوة ووطي النار عليهم لما يستوي هنشوفه وإحنا بنغرفه فضي بقى كده اثبتي اهم حاجة بس عمك الشربة عشان ما يبقاش معجم منك كده انا خلصت هعلق عليه بقى ياخد الغلوة ووطي عليه استوي هنا البط كان استوي وبقى زبدة بقى زبدة وفي نفس الوقت مسك نفسه اوعي تسبيه يتهري منك لدرجة ان انت ما تعرفش تشليه من الصينية هجيب بقى محش الكرومب هنا استوي بصوا شكله طحفة الطحفة هز الحلة وغرفي كده حوالين البط وهجيب بقى حلة المحش المشكل برضو وغرفها بنفس الطريقة حوالين البط شكلي بقى انت كده حطي الفلفل والكوسة والبتنجان وورق العنب بصي يعني اعملي بقى صينية كريش حطي بقى كده بصوا شكلها طحفة الطحفة انتو تعرفوا ان الصينية دي في تركيا برا برقم خزعبلي ناس بتسافر لبراك عشان تاكل الصينية دي فحرام بصراحة احنا نعملها ونعمل احلى صينية براك هنا بقى كنت خرفت المحش في الصينية وحطيت البط بقى في النص احلى بطة هتعملي بجد بصي شايفة بيتقطع معايا بسهولة بصي ناساير بتتفكك من بعضها ولا تقولي لي بقى مكمورة في الرملة ولا ماندي ولا غيره لا دي في الفرن ومشوية والبطة مبقلزة وجميلة كده ومسكرة وتربية بيتي حاجة كده في الخيال يا جماعة والله العظيم البط ده مزاج وعشان صاحب المزاج يعمله لازم يكون بيعرف يتزوج كده بجد احلى طريقة للبطة هتعمليها وصنية محاشي تدخل للقلب ترجمة نانسي قنقر